أخي الخليجي، أختي الخليجية، مهما كانت خلفيتك ومهما كان عمرك، إن كنت قد آمنت بالمسيح أو لازلت تبحث عن الحق، أنت لست وحدك. مشاهدين الكرام سلام ونعمة، نحييكم ونقدم لكم حلقة يديدة من برنامج أؤمن ولكن ما أجمل وما أعظم إلهنا اللي يبحث عن الخطاة ولا يتوقف عند الجنسية أو الخلفية أو العمر. فييدا مفتوحة للجميع ومحبتها فائغة وكافية له كل المجد والكرامة. خلينا نشوف مشكلة الأولى مع بعض. أسرة البرنامج الكريمة سلام ونعمة في اسم الرب يسوع. أنا سيدة متقدمة في العمر وتعرفت على السيد المسيح وقبلت مخلص شخصياً لحياتي بعد أن تعديت الستين عام. أشكر الله حياتي في نموم مستمر وبركني الله بوجود مؤمنين حواليني من كافة الخلفيات. وعندي مرشدين ومعلميني تلمذوني. أنا أعلنت إيماني ولم أخفيه فما رح أعيش كثر ما عشت. وأنا على أتم استعداد لأن أدفع أي ثمن فلقد دفع سيدي نفسه ليفديني. وممكن تتسائلون شو المشكلة إذن؟ مشكلتي هي أهلي والدي والوالدتي. أبيهم ينالون الخلاص مثلي وأن نكون معاً أمام عرش الله في الحياة الأبدية. لكنني لا أستطيع التحدث معهم بهذا الشأن. مو بسبب التردد والخوف لكن لأنهم انتقلوا إلى رحمة الله. في الإسلام يمكن أن ندعو لهم وندفع زكاة عنهم فيزيد ميزان حسناتهم وقد يدخلون الجنة. لكن في المسيحية فهذا ليس موجود. الله في المسيحية عادل ورحيم ومحب. الألم يعتصرني وما أدري شى سوي. ألا يمكن أن تجد لي محبة الله ورحمته منفذاً أنقذهم فيه أو وسيلة ممكنة خلصهم فيها من جواننا؟ يا رب يا يسوع أنا أشكرك من أجل أختي اللي شاركتنا في رسالتها يا رب. من أجل قلبها الطيب يا رب. تبي يا رب توصيل رسالة لأهلها لجميعها أفراد عائلتها يا رب. خليه يا رب فعلا يا رب يتوصي رسالتك يا رب للناس اللي حواليها لأصدقائها لأفراد عائلتها يا رب يا يسوع. الناس اللي حواليها يا رب يا يسوع محتاجينك محتاجين يسمعون كلمتك. خليها يا ربي أخت متمرة باسم الرب يسوع يا رب نصليلها ونباركها ونشجحها يا ربي في هذه الحلقة يا ربي يسوع أنك تكون أنت يا رب سيد وملك على حياتها يا ربي يسوع تكون نور على منارة يا رب يسوع أشكرك وأعظم اسمك من أجل هذه الأخت يا رب لك المجد آمين إش كثير فرحت في رسالتك وتشجعت فيها ليس فقط أنك قبلت الرب يسوع مخلص شخص لحياتك بعد عمره ستين لكن عشان نقلبك المليان بالحب والغيرة لتوصيل الرسالة لجميع أفراد عائلتك حتى وان لم يكونوا بعد معنا هل التصورين أو التخيلين أن الله المحب اللي إرادت المعلنة في كلمته أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون وليدي دفع دم ثمن الخلاص كل إنسان راح يحرم إنسان من دخول في علاقة شخصية معاه أو حتى لا يعلن نفسه له الإله اللي أعلن عن خطة خلاص اللي آدم وحوه يوم سقوطهم في الخطيئة لا يتغير الناس اللي ما يكونون يعرفون شيء عن الله وما تكون عندهم مصايا أو كتب أو أنبياء فهم يعرفون الله من خلال قلوبهم وهبراهيم معرفة بدون الناموس وتبعه وخرج من بلدته وترك عشيرته وتبع الله ويكرز بشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى كل شخص على الأرض راح تصل الرسالة وراح يكون إلى اختيار قبولها أو رفضها فحتى عندما كان كرنال يوس الرجل الروماني الوثني بحث عن الله وطلب أن يعرف الله من كل قلبه أعلن له أن يدعو بطرس عشان يخبره عن الإله الحقيقي الله ينظر إلى قلب الإنسان مهل المظهر الخارجي وهو يرى ما في الداخل ويعرف أفكار القلب ونياته لأن الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فإنه ينظر إلى القلب بحذرت من محاولة إبليس لتشكيك في عدل الله ورحمته فهذا هو سلوبه منذ الغديم إبليس يبي أن يحسرت في هذا الأمر ويحول الاشتياقات الصادقة داخلت الخلاص والديت إلى معوقات فتشعلين باليأس ويوقف مسيرتك في إعلان الحق للآخرين وأنتي الحين بديتي مجرد مشاركتك في هذه الرسالة فكل من شاهدنا الآن يعلم الحق ويعلم أن الله أعلن له عن نفسه وعليه أن يتخذ الغرار إما بالتباعه أو رفضه الله لا ينحصر فيه محدودية فكرنا أو الواقع الذي نرى فخططه كامله وله كل القدرة نحتاج أن نتعلم أن نشوفه مثل ما أهو ومو مثل ما نصوره تحدثي مع الله عن مشاعرك وألمك واشتياغت معلنة أنك ربما لا تعرفين كل الإجابات لكنك على يقين أنه يعرف الماضي والحاضر والمستقبل وأنه صالح للكل اطلب المعونة منه اللي رفعت فوق الألام والعجز ويحول هذه الرغبة بروحه إلى قوة مؤثرة في حياة الآخرين يوم تعرفت على المسيح وقبلتي مخلص شخص حياتك ضمت العائلة أكبر وهي عائلة المسيح هناك آباء ومهات وأبناء وبنات وأحفاد وحفيدات يحتاجون إلى الخلاص أشكي مرارة حالتي واشكي الأنين أشكي مرارة حالتي واشكي الأنين عارف مرار العمر وعرف ما بدا عارف مرار العمر وعرف ما بدا حظي من الدنيا ينقص ما يزيد حظي من الدنيا ينقص ما يزيد لكن أثق بالرب علام الخفى لكن أثق بالرب علام الخفى ربي يسوع فادي خالا يقهج معين فادي البشر ومجرب دروب العنا فادي البشر ومجرب دروب العنا من غيرك هوّن على حال الأليم من غيرك حسّس عياله بالهنى من غيرك حسّس عياله بالهنى أرجي إلهي كل وقت كل حين أرجي إلهي كل وقت كل حين يغفر لي الزل له ويرحم ما خفا يغفر لي الزل له ويرحم ما خفا رسالة الله كانت ولا زالت معلنة للجميع بكل الطرق والوسائل وتطلبونني فتجدوني إذ تطلبوني من كل غلوبكم لكل مشاهدين الكرام بكل محبة ورغبة صادقة في أن تناول الحياة أنا أطلب منكم بأن نطلب من الله أن الله ينشلنا من الظلام اللي كنا فيه إلى نور العظيم وهذه فرصة ما تطوف لا تعسون قلوبكم ولازم ترجعوا نفسكم لأن حياتنا في الدنيا قصيرة لكن أهم شيء لما نوت هو الرحبوح أتمنى أنكم تفكرون في هذا الأمر وتطلبون الخلاص للرب الرب يبارككم رحب جميع مشاركاتكم واختراحاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الظاهرة على الشاشة الرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر